السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين الأوفياء من داخل وخارج أرض الوطن إخواني أخواتي انتمنى تكونوا بخير وعلى خير كما العادة ما تبخلوش علينا بلايكاتكم بكثرة أعطوني رأي دلكم في خانة التعليق وبارتاجيو هاد الحلقة في هاد الحلقة اليوم غان هدرو على الجلسة دي الفنانة سعيدة شرف مع أصحاب حساب حمزة مون بيبي والجديد في القضية وغاندوي أيضا إخواني أخواتي على اختفاء والدات المغنية الدون يا باطمة والسبب لي صراحة صادم صادم إخواني أخواتي اللي غايصد بكم كاملين أخبار لي توصلنا بها صراحة شوكاتنا سيدة ممولفاش كاتغبرة هاد الغبرة بها الطريقة هدي وعلى أنها مدخل شدعي في عباد الله اللي كاروجو الأخبار على أنها موعتقالة يعني دائما كانت كتتعارض ودائما كتدخلت في الستوريات دياله وتتقدعي في عباد الله يعني وكتتكلم يعني حركية في الانستغرام وحركية في الستوريات دياله فهد الغياب المفاجئ فرات تيطير واحد ضجالية كبيرة وبخصوص الأخبار اللي توصلنا بها الإخوة الكرام اللي هو خبر صادم فالغياب ديالها بسبب شيكايات كتيرة من خليجيين اللي كيتهموا باطمة وعائلتها ومن بينهم الوالدة ديالها بالنصب والإحتيال داك شي خطير وخطير جدا وهد شي ختم ما كيبشرش بالخير اللي عندو شي حسب مع هاد العائلة جا كي ياخدو راح نبغينا نبدلوا الموضوع ديال هاد العائلة هادي ومن تكلموش عليهم فخطرة ولكن را داك شي ديالهم كي ينزل في حل شتا را خنزوها مع العالم خلو كل شي شي مشانق معاشي وولاو عليهم شيكايات بالجملة حنا مش غناش أخبار كنتوصلوا بها كنتوصلوا بها كنتوصلوا وكنا نناقشوها مع المتابعين مع النتشي علاقة بات شي را هاد الناس هم اللي كيدلون مشاكين معي بضلة هادو خليجيين إخواني أخواتي من قطر والإمارات كي يطالبوا بحقوقهم من عند المغنية وعائلتا واللي من بينهم الأم ديالها اللي تيقول لك أخوتي لأنهم تنصب عليهم ومن بين هاد المغنية وعائلتا والأم ديالها الناس اللي عندهم وزن في البلاد واللي ما بغوش الأسامي ديالهم يتذكروا اللي قال لك نصبوا عليهم فلوس كتيرة وكي يطالبوا بأقصى العقوبات في حق المغنية وعائلتا والأم ديالها وهذا تماما هو الخبر اللي كانت خرجات وروجات ليه الصحافة ديال شوف تيفي قالوا على أنه غتفجر قنبولة وغتمشي فيها المغنية والعائلة ديالها فكنا في ديك اللحظة كنا كانت تسألوا شنا هي هاد القضية الخطيرة جدا اللي علنات عليها شوف تيفي ولكن بقي ما خاضتش في تفاصيل ديال القضية فمن بعد كان شوفوا على أنه شوف تيفي ما عودش تكلمت على الموضوع ما فسرتش للناس وما فسرت لتشي واحد أشنا هو هاد الموضوع الخطير أو لشنا هي هاد القضية الخطيرة جدا اللي غد تورط فيها المغنية والعائلة ديالها فسبب أخوتي هو هاد الناس ناس اللي ما بغينش الأسامي ديالهم يتذكروا ناس ما بغينش يتعرفوا إخواني أخواتي كيفاش هاد البلان واشما النصب هادا واش ضربت المترتر هادي اللي في خارجته كلها كيدو هو كلو تيقى في نفسه يعني الحولة والقوة اللي بالله العظيم فينا هي رقية من هاد شي كامل نورمال مو إخواني أخواتي فين ما كترالهم شي كاريتا فين ما كترالهم شي حاجة كتخرج الأم ديال دنيا بعض نفس طوريات كتصدف دعوة العباد الله كتكون يعني ممكن تحرق فيه في الأنستغرام ديالها ولكن شفناها غابرة هاد النوبة ما كنش تعاليق ما كنش ستوريات ما كنش يعني ما خرجاتش ما مدعتش في عباد الله بخصوص ترويج الحبر ديل أنها مو اعتقلين كان على الأقل أنها قتخرج بالستوري فهدو شي كايات اللي هم كتيرة من عند ناس خالجيين إماراتيين وقطريين اللي كيتاهموا باطمة وعائلتها ومن بينهم الأم ديالها ونس خلية اللي عندهم الإسم ديالهم وازن في البلاد كيتاهمهم بالنصب والإحتيال وليما بغين شي تنازلوا على هاد الشيكايات وهاد الشيكايات رمش يعاد دارهم اليوم ولا دارهم البارح لاخوتي را ديرينهم من شربع شهور هادي وهما ديرين هاد الشيكايات هاد الشي باش قال لك هذا هو السبب اختفاء ديال أم ديال المغنية المعتقلة هو أنها راها في الحفظ إخواني أخوتي بسبب هاد الشيكايات والنصب والاحتيال على قطريين فلوس كتيرة لحولة ولقوتي لبي الله العظيم غد انتقلوا اللحظة لإخوة الكرام بخصوص الجديد في قضية الفنانة سعيدة شرف والمغنيات دونيا باطمان المتورطة في قضية حمزة مونبيبي واللي كتأدي العقوبة الحبسية ديالها فالأدناء داخل سجل الوداية بمدينة موراكوش وأيضا الأخت ديالها ابتسام باطمان لتهي من ضمن المتهمين لدوزات عقوبة حبسية على خلفية حساب حمزة مونبيبي كانت عندهم إخواني أخواتي الجلسة نهار ربع مارس وتأجلات قال لك حيتاش سعيدة شرف ما كتحضرش هذا هو سبب تأجيل الجلسة تسعود ديال الجلسات كيتأجلو حكاوا الود أن سعيدة شرف ما كتحضرش سعيدة شرف هربانا علاش غتهرب الله أعلم وننسيدة هربانا لاش مش الدعية ميمي تقطق مش التل المحكامة ودعاتها وحطت معلوماتها ننسيدة هربانا رما غتحط شرج لها في المحكامة لف هاد القاضية ولا في قضية واحدين اخرين السيدة رما قتلى ولا هي مجريمة ولا كتهرب في الممنوعات باش تهرب من القضاء ومن المخزن العبيدة الإخوة الكرام كيف هو معروف عليهم خدامين عطش لترويج الأخبار المغلوطة كيروجوا ذاك شي اللي هما باغين يروجوا ليه وهاد النوبة الإخوة الكرام شاول الصحافة باش تكتب ذاك شي اللي باغين هما حيتاش عارفين أنه الناس المغاربة غيتيقوا باد الخزعبيلات غيري لكن شي مصدر صحفي اللي كاتبع يعني غيخرجوا هما وغيتكلموا باد الكلام الفاشل وهاد الخزعبيلات وهاد القصص الخيالية الهليوودية البليوودية عمر الناس ما غيتيق بهم ولكن لهذا الخزعبيلات تخج بهم شي مصدر صحفي هو اللي كاتبع في مقال فرا الناس غيتيق هو قل لك سيادنا في هذا المقال الصحفي أن المحكمة تأمر بالصهر تأمر بالصهر والصهر والصهر مانعس حد مانعس حد مكان غير الصهر ثم الصهر خاصهم يصاروا على تبليغ سعيدة شرف في ملف باطمة بسبب حساب حمزة امم بيبي يكو دي لباس يكوالوا باس واش هاد الناس اللي غيقروا هاد المقال خاص يكونوا مقارقبين واجيتونا في أشهر حور يمكنش بنادم يتقارقب اه خاص بنادم يكون مقارقب باش يتيق هاد الخبيرات ايوا كيفاش المحكامة كتأمر بالصهر على تبليغ سعيدة شرف علش واش هاد سعيدة شرف شبح ما كتبنش ماعداش عنوان ماعداش سكنة ماجاتش دعات المجري مامي منك التجف اللي ولدات الصغار وحطات معلوماتها الشخصية ده بغير بالعقل غار بالعقل لالاخوه الكرام واش المحكامة على قدها مغاد جيبش عنوان سعيدة شرف ها وغاد يتأمر محكام على قدها بالصهر هو يدي واش تخفى على المخزن فين كتسكن سعيدة شرف واشنو عنوانها ماكين مقدمية ماكين شمشامة ماكين برقاقة اللي يجيبو عنوانها على من كتتحكو اش منصهارة دادوين عليه واش دازو تسعود ديال الجلسات فهد القاضية وما صورتو وهمركم غتصورو شي حاجة حيج السيدة ما قتلت ما شفرت اللي غت هرب والنهار توصلها السيدة غت حضر ايه اللو لو خرجت وقالتها وعود قالتها وعود قالتها النارغن توصلشي السيدة بخصوصة الموضوع رغدي نمشي نمتاتل امام القانون كيفش السيدة هي المطالبة بحق المداني في هذه القضية تولي ترضي توامو جريمة وهربانة يا كودي لاباس وقالك روشيرشي واه هي العاليها روشيرشي روشيرشي ومشت تغني في امستردام في هولندا كيفش روشيرشي سعيدة راني ما نعرفش نصفر تيرا قالو لك روشيرشي تيوغش بالصح روشيرشي ها روشيرشي ومشت دوهاش في مطار محمد الخاميس ها ولا نسيت آرا كانت قالتها المغنية المعتقلة قلت لك حقارة كتخرج من مطار محمد الخاميس ومك يعرفت اش يوح لم تبقوش يعرفوها يعني ما عرفوهاش راهية سعيدة آلا لا ما عرفوهاش بلي راه سعيدة هاتيك واخا جبت باسبورها وجبت المعلومات وجبت الكارت ناسيونال كخلتها مولاتها لكارت لاسيونال اه واخا ككر ما عرفوهاش لا لا ما كيعرفوها الصراحة هادك شي علاش ما السيدة ما متعرفاتش وباقى عربانا مضاقى عربانا اخواني اخواتي والسيدة روشير شي ومشا تتغني في امستردام هولندا هم لحولة ولا قوة هلا في الله العلي العظيم راه هذا المقال اللي تكتب هم اللي تكتب عنده الصحافة أصلا كونك الخبر صحيح والله العظيم وكونك الخبر صحيح انا ما غتلقاش جاردة لمسكينة نيني تيتي صغير ورا اللي كاتبة على الموضوع هم كونك ان هاتشي صحيح ولمحكا ما امرات بشي قرار لوصارم غتشوفو الصحافة بالجملة وبالجملة عباد الله بشي لو شوية كل شي دوي على الموضوع هم ما كينا مقال هنا مقال ايه المقالات تشتو حلشتا هم ماشي المقال تقلب علي بالفتيلة والقنديل باش يطلع لك وكيب باطا جيو في القرودة حيث اشعاف الرسم همما للخابر داك الشي اللي مكتوب هما اللي فتاوه هم هما اللي تتاصلوا بالجالدة مش يعطيوها اخر الاخبار تكتبهم ما ما كينا اخر الاخبار لست حمص ما كينا اخر الاخبار لا سيدي سكري كيقول ما قال الاخوة الكرام على ان المحكمة تأمر بالصهر على تبليغ سعيدة شرف في ملف باطمة بسبب حمزة مون بيبي عاد ملف الفنانة دونيا باطمة المعتقلة بسجن مراكوش في صراعها مع الفنانة سعيدة شرف امام المحكمة للبروز من جديد بعد عقد جلسة جديدة في الملف المتابع فيها ايضا ولد شينوية وفي جلستها التاسعة قررت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية لدى المحكمة البتدائية بمراكوش وضحت للملاسنات بين الفنانتين بخصوص المواجهة القضائية والتوصل بالاستدعاءات لحضور المحاكمة وأمرت المحكمة في جلسة أمس الاثنين باستدعاء الفنانة سعيدة شرف بعنوانها الجديد مع التشديد على الصهر بتبليغها وهو ما يفترض أن يوقف الجدل حول توصلها باستدعاء لحضور المحاكمة والذي وصلت تبريره بعدم التوصل أسمعتش قلت لكم إخواني أخبتي ها وقالك والذي وصلت تبريره بعدم التوصل إذا ما رأى هاك أتبرر استدارة واصلة استدعاء وهي اللي ما بغياش تحضر ها ها واش سي وهناك أكدولين على أنه صاحبات ترويج مواطنة في آي بي هما اللي غاطيين هاد الشي هادة تكتب عند الصحافة استدارة ما كتبررش على أنها ما توصلتش باستدعاء رأى فعلا ما توصلتش باستدعاء وكون فعلا توصلت باستدعاء رأى كانت غت تمشي تحضر لأنها هي مواطنة في آي بي كما يدعون هم كما يدعون المتورطون في حساب حمزة مون بيبي رأى اللي يكون يدوي يكون حمق اللي تصلت يكون باقله كيفاش استدعاء كتمشي تلما حاكم وكتبع قضايا أخرى ها وكتبع ناس وحدين أخرين وكتحط معلوماتها تدخل و تخرج من المحكامة عادي جدا تخرج خارج أرض الوطن و تدخل عادي جدا السيدة خدامة على رأسها و يجيو هاد الرباع يلخش بيش يقول لك بأن السيدة روشارشي السيدة ما كتمتاتلش القضاء السيدة كتوصل لها السيدة و ما كتبغيش تمتاتل أمام المخزن باش أنها تحضر للجالسات تشير ما كيدخلش العقل تشير منضبطة كتعرف اللي لها و اللي عليها كتعرف اللي لها و اللي عليها وتحترم المسترة القانونية هاد شي معروف على الفنانة سعيدة شرف إنسانة متقفة و عندها دراية بالمساطر القانونية السيدة رتبك الله عليها ما تستانوش بالفنانة سعيدة شرف رمضا خلاش الغنو للفن بيدخولها بسبطكم كيقول المقال حيث حددت المحكمة يوم 8 أبريل المقبيل من أجل عقد الجلسة المقبيلة يعني تاريخ الجلسة الجاية هو 8 أبريل 18 ربعا و مرة أخرى تخلفت الفنانة المغربية سعيدة شرف عن الجلسة الجديدة في القاضية التي رفعتها الفنانة دنيا باطمة و شقيقتها المتعلقة بالقاضية الشائيرة حمزة و كانت الفنانة سعيدة شرف خرجت في تصريحات على منصة التواصل الاجتماعي كتبر الغيابها بكونها لم تتوصل بأي استدعاء من المحكمة ردا على استفزازات من غريمتها دنيا باطمة التي دعتها لحضور المحاكمة ما دمت متأكدة من نفسها ومصدقيتها على ما قالوش لكم أصحاب المقال على أن المغنية دونيا باطمة كانت كتعلم سعيدة شرف على أن أرعد مع الجلسة في السطوريات ما جاعد دعون قضائي ما وصلت السيدعة ما جاعد أبو ليس ما جاعد دحد أتشي ما قالوش لكم باشتو الدون وتكتبوه كي يقول المقال وقررت الشقيقتان بطمار في دعوة قضائية ضد الفنان سعيدة شرف على خلفية قضية حساب حمزة مون بيبي بينما قررت متابعة مؤثر والتشنوية بتهم السب والقدف والتشهير والابتزاز والله العلي اشتركوا في القناة